اشتركوا في القناة قوة سياسية في البلاد في سابقة هي الأولى بالجزائر فبإعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء على النتائج المؤقتة للتشريعيات اتضحت الصورة بخصوص المجلس الشعبي الوطني في عهدته التشريعية التاسعة التي غابت عنها الأغلبية المطلقة حيث حصد حزب جبهة التحرير الوطني 105 مقاعد متبوعا بالأحرار الذي نفاز ب78 مقعدا لأول مرة في التاريخ البرلماني للبلاد أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر اليوم الأربعاء خلال مشاركته في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء العرب بالقاهرة أن الجزائر تولي أهمية خاصة لدور الإعلام في التكفل بالشأن الداخلي والدفع بالقضايا العربية وذلك من خلال سياسة اتصال حديثة تعتمد على توظيف الرقمنة والإعلام الإلكتروني على أوسع النطاق وقال بلحيمر خلال استعراضه للاستراتيجية الإعلامية داخليا إن الجزائر تسعى من خلال هذه المقاربة إلى تسخير وسائل الإعلام والاتصال للمشاركة الإيجابية في تفعيل فرص التنسيق والتكامل وتشكيل جبهة موحدة للتصدي لمحاولات تشتيت وإضعاف دور الإعلام العربي في التفاعل مع القضايا المصيرية وفي مقدمتها أم القضايا القضية الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي يواصل أزيد من 640 ألف تلميذ على المستوى الوطني اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا ويمتحن المترشحون في اليوم الثاني في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مادتي التاريخ والجغرافية تمكنت الفرقة متعددة المهام بجمارك سطيل التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي من حجز كمية تقدر بـ 263 ألفا و306 ألفا في الأخير ننوه المشاهدين بإرسال إنشغالاتهم إلى صفحة القناة أو البريد الإلكتروني للقناة نهاية العرض الإخباري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر